إلى ضيفنا من بيروت الدكتور مكرم رباح الأستاذ في الجامعة الأمريكية في لبنان ربما يعني أزمة لبنان لها وضعية خاصة جدا ضمن ملفات ساخنة في المنطقة هل تترقب لبنان دعما ربما في إدارة جوزيف بايدن من الولايات المتحدة الأمريكية؟ المراهنة على هذا التغيير في الإدارة الأمريكية لا أعتقد بأنه سينعكس بشكل مباشر على لبنان أن دعم أمريكا إلى لبنان هو واضح من خلال دعمها للجيش والمؤسسات الدستورية ولكن المراهنة بأن بايدن سيكون أكثر تسامحا مع حزب الله ومع إيران هو موضوع قد لفت له أنتوني بلينكين في الأمس وحتى وزير الدفاع المقترح من قبل إدارة بايدن عندما تكلم إلى الكونغرس وأكد بأن الخطر الإيراني المستمر لن يغير من موقف الإدارة الأمريكية ولكن المطلوب هو بأن تتنازل إيران وأن تقوم بتغيير تصرفاتها وهنا لا أعتقد بأن الموضوع النووي هو الأساسي فكان هناك العديد من المشاكل منها تورط إيران في المنطقة إن كان في العراق وفي اليمن والسيطرة على كل من سوريا واللبنان المطلوب هنا بأن لا يراهن الشعب العربي على الإدارة الأمريكية بل عليهم أن يراهنوا على نفسهم وأن يطلبوا باستعادة سيادة بلدانهم كما هو الحال في لبنان فأن المراهنة على الخارج هو كذلك كالمراهنة على إيران المطلوب هنا أن نستعيد زمام المبادرة وأن نستعيد سيادة الدولة وعندما تستطيع الدول العربية أولا الشقيقة أن تساعد لبنان وثم ينضم إليها كل من أوروبا وأمريكا علما بأن أوروبا لا تزال تحاول أن تعيد إنتاج الاتفاق النووي القديم الذي قام به أوبامو الذي أعطى هذه المنطقة للحل السوري الإيراني وأدى إلى سقوط لبنان وسقوط المنطقة بشكل عام دعني أتلمس هذه المخاوف لضيفي من بيروت الدكتور مكرم رباح دكتور يعني إذا ما تعظم دور إيران بعد عودة الولايات المتحدة الأمريكية لاتفاق النووي هل ترى أن حزب الله ربما يهيمن أكثر وأكثر على مفاصل الدولة اللبنانية أم لا المشكلة هنا بأن الدور الذي حاولت إيران وميليشيات إيران أن تقوم به في المنطقة أثبت بأنها منظمات فاشلة وغير قادرة على أن تستلم تلك البلدان حتى لو كانت إدارة الأمريكية تريد أن تمنح لبنان أو العراق فهم دمروا تلك الكينات وهم لا يملكون أي حلاً اقتصادياً وهذا هو الشيء الأساسي لا أعتقد بأن هناك مرحلة متقدمة أكثر من المرحلة التي نمر بها في لبنان وفي المنطقة أي الاحتلال الإيراني لبعض الدول وهنا حتى لو أرادت إدارة بايدن أن تقدم المزيد من التنزلات لا أعتقد بأن إيران تستطيع أن تقدم شيء للشعوب التي تحتلها وقد أثبت هذا الموضوع بالانهيار السريع للإقصاد اللبناني الذي هو نتيجة تحالف هذا السلاح الإيراني الغير شرعي مع سلاح الفساد والطغمة المالية الحاكمة الشيء الأساسي هنا بأن المطلوب بإيران أن تتنازل تدريجياً وأن تسمح بعودة تلك البلدان إلى طبيعتها أي الكينات العربية المحيطة بها وهنا شيء أساسي ليس المطلوب تقديم أي تنازلات بل المطلوب العودة إلى أساس موضوع الاتفاق النووي وهو الاستقرار والأمن في المنطقة فإن المشكلة تتعدى الشرق الأوسط علينا أن ننظر إلى ما بعد جائحة كورونا فإن التعاون إن كان بين الفرس والعرب مطلوب من أجل نجاة البشرية وهذا شيء قد ركز عليه بايدن في خطابه الآن شكرا جزيلا لكم جميعا لضيف الدكتور مكرم رباح الأستاذ في الجامعة الأمريكية في لبنان شكرا جزيلا أيضا الشكر موصول لسيدة